هذا سائل يقول إذا نسي الإمام قراءة سورة الفاتسة في الركعة الرابعة على سبيل المثال فما وتصرف صحفي حقه وحق المصلين خلفهم هنا الأصل أن المصلين إذا قرأوا الفاتحة صراتهم تمت لكن هو لم يقرأ الفاتحة والفاتحة ركن على الصحيح نقول أهل العلم فلذلك تكون ركعته التي لم يقرأ فيها الفاتحة غير صحيحة فتلزمه ركعة بدلها فهنا يقوم الإمام إلى الخامسة في ظن بالنسبة للمصلين لكن بالنسبة له الرابعة لأن التي لم يقرأ فيها الفاتحة بطلت فيقوم ويشير إليهم أن يجلسوا يشير إليهم أن لا يقوموا يقوم هو فقط وإن قام بعضهم معه جهلا فصلاته صحيحة ولكن الذي كملت صلاته ليس له أن يقوم معه الذي صلى أربع ركعات كاملة ويعلم أن الإمام قام إلى خامسة يجلس سواء الإمام كان ناسيا أو عالما لا يتابعه وهو الأفضل أن يشير المصلين بالبقاء ويكمل هو الركعة ثم يسلمون معه الله أعلم ترجمة نانسي قنقر